كرعة كأس أمم إفريكيا كوتيفار 2024 السلام عليكم ورحمة الله النسخة القادمة ستكون في كوتيفار وهي رقم 34 بطولة كأس أفريكيا أو الكان الإفريكي أو كأس أمم إفريكيا أو كأس أفريكيا أو زي ما انت عايز تقول قول عليها هي أهم بطولة في الكارة الصمراء البطولة اللي بيهتم بها كل الجماهير اللي بتتابع منتخباتنا الأفريكية وبتحب منتخباتنا الأفريكية منها العربية ومنها الأفريكية أصحاب البشرة الصمراء وبالتالي هي أهم بطولة يتابعها الجماهير داخل الكارة الأفريكية بطولة مهمة جدا وأي منتخب بيفوس بيها بتكون فرحة عارمة للشعب بتاع المنتخب أو البلد اللي طبعا منتخبها الكروي فاز بالبطولة النسخة اللي جاية حسب الآخر التفاصيل وآخر الأخبار أنها تكون في كوتيفور وانتوا عارفين أن كارة أفريكيا ممكن في أي وقت يتم تبديل البلد المستضيف ولكن إن شاء الله تقام في موعدها في كوتيفور في الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 14 فبراير 2024 كان المفروض تتلعب في قبل كده ولكن تم تأجيلها إلى شهر يناير 2024 عندنا 24 منتخب تأهلوا إلى الكان الأفريكي من التصفيات الأفريكية تم تأسيمهم إلى أربع مستويات حسب التصنيف الدولي للفيفا للمنتخبات الصادر مؤخرا ست منتخبات في كل تصنيف أو كل مستوى المستوى الأول موجود في مصر وكوتيفور الجزائر المغرب تونس السنغال التصنيف الثاني موجود في نيجيريا الكاميرون مالي بوركينا فاسو غانا والكنغو الديمقراطية التصنيف الثالث موجود في جنوب أفريكيا وكافردي وغينيا وزامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا التصنيف الرابع موجود في غينيا بيساو وموزنبيك ونميبيا وأنجولا وتنزانيا وجنبيا ده بالنسبة للأربع تصنيفات كل تصنيف في ست منتخبات حسب التصنيف الأخير عندنا أربع أو عندنا خمس منتخبات عربية مشاركين في هذه البطولة إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق عندنا المغرب تونس الجزائر ومصر وموريتانيا بالنسبة لنظام البطولة زي ما قلتلك 24 منتخب هيتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة فيها أربع منتخبات يتأهل إلى دور الستاشر دور السوم للنهاية أول وتاني كل مجموعة صاحب المركز الأول والمركز الثاني من كل مجموعة يتأهلوا إلى دور الستاشر مباشرة يبقى بعانا 12 منتخب بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات متواجدة في المركز التالت عشان نكمل 16 منتخب ونلعب بيهم دور الستاشر سوم النهاية بعد كده بتكون مباريات خروج المغلوب والأدوار الإقصائية للبطولة بالنسبة لجوائز البطولة لم يتم الإعلان رسميا عن جوائز البطولة ولكن البطولة السابقة كان صاحب المركز الأول أخذ 5 ملايين دولار والمركز التاني 2 مليون دولار والتالت 2 مليون دولار تقريبا والرابع 2 مليون دولار ده بالنسبة لجوائز البطولة ممكن تزيد هذه النسخة في كوتيفار موعد القرعة الرسمية خلاص تم الإعلان الرسمي من الكاف عن موعد القرعة الرسمية هيكون يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر 7 مساء بتوقيت جيرينيتش ده بالنسبة للقرعة أو موعد القرعة وتوقيتها رسميا بالنسبة للقنوات الناقلة عندنا نقدر نشوف القرعة على الموقع الرسمي للكاف على اليوتيوب وأيضا على قنوات بي إن سبورت المفتوحة القطرية طبعا بتنقل البطولة لأنها هي الراعي الرسمي والحصري لنقل مباريات البطولة وبالتالي هي هتنقل القرعة وأحيانا وغالبا بتكون على القنوات المفتوحة الإخبارية بي إن سبورت بالنسبة للسجل الأبطال وأفكرك ب33 نسخة تلعبه قبل كده منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي عنده 7 ألقاب 7 بطولات منتخب الكاميرون 5 ألقاب غانا 4 ألقاب نيجيريا 3 ألقاب كوتيفور لقبين الجزائر لقبين جمهورية الكونغو لقبين وكل من زامبيا وتونس والسودان والسنغال وأسيوبيا والمغرب وجنوب أفريقيا والكونغو بطولة واحدة ده بالنسبة للبطولات أو سجل الأبطال للبطولة لو جينا نشوف آخر نسخة كانت من تنظيم الكاميرون الكاميرون نظمت البطولة الأخيرة كان البطل منتخب السنغال المركز الثاني أو الوصفة كان لمنتخب مصر والمركز الثالث كان للكاميرون المستضيف اللي فاز على بوركينا فاسو في المباراة الترتيبية بتاعت المركز الثالث والرابع وبالتالي بوركينا فاسو أخذ المركز الرابع هدف البطولة كان مهاجم منتخب الكاميرون في أبو بكر أبو بكر اللي أحرز 8 أهداف في البطولة السابقة ده اللي كل اللي موجود عندنا بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية كوتيفور 2024 وموعد القرعة رسميا يوم الخميس هنتعرف على المجموعات كل الدعم والتوفيق لمنتخباتنا العربية المغرب وتونس والجزائر ومصر وأيضا موريتانيا بندعمهم في قناتنا قناة كريم الهنداوي هنتابع أخبارهم دلوقت فيه معسكرات لكل منتخباتنا مثلا موريتانيا معسكرة في المغرب وهتلعب ماتشاط أيضا منتخب المغرب عنده مباراة كانت مؤجلة من التصريات وأيضا مباراة ودية أخرى منتخب مصر عنده مباراة مبارتين ومنتخب الجزائر مبارتين ومنتخب تونس عنده مبارتين أيضا كوريا واليابان وبالتالي هناك مباريات إعدادية على مستوى عالي جدا 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 طليق بالحدث الأفريقي وطليق بالاستعدادات للحدث الأفريقي هنتابع المباريات الودية لاستعدادات الأخيرة إعلان القوائم في وقت معين هيتم الإعلان عن القوائم النهائية المشاركة في الكان الأفريقي كل التوفيق كل الدعم أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم وهسيب لحضراتكم في شاشات النهاية قرعة تجربية عشوائية كنا عملناها بالنسبة لتوقعنا أو التوقع الأشوائي لمجموعات كأس هما بأفريقيا هسيبها في شاشات النهاية ممكن تبص عليها وتقول لنا رأيكم ما تنسوش لايك للفيديو ده اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته